في حلقة جديدة نتبع فيها تصريحات من أساتذة قانون دستوري ضد رئيس الجمهورية يصفون الرئيس بالجنون نحكي على تصريح الأستاذة أستاذة القانون الدستوري مونة كريم تقول أن استبدال دستور 2014 بدستور يتم أعداده عبر استفتاء إلكتروني هو أمر جنوني هذه أستاذة مونة كريم المعروفة بتصريحاتها ومواقفها وقراءاتها المختلفة على قراءات رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ بداية الجدل يعني منذ بداية الحديث على الفصل 80 وحل البرلمان إلى غير ذلك تقول أنه مش معقول ومن الجنون ضرب من الجنون أنه بدلوا دستور 2014 بدستور آخر كيفش نكتبوه وإلا ما تشركنيش في كتابته ورئيس الجمهورية بيش يعملوا من خلال استفتاء إلكتروني أو استشارة إلكترونية هذا ضرب من الجنون على حد وصف الأستاذة في القانون الدستوري مونة كريم تعتبر وأنه هذا الأمر خارج المنطق وميتقبلش وغير مقبول وغير معقول بالمرة ولا يمكن أن يكون ناجح نظرا لعدة وسائل وعدة أسباب من بينها غيب المسائل اللوجستية وتعقيدات أخرى على حد تعبيرها كيفش بش يتم تنظيمها الاستشارات هذه كيفش بش توصل للناس الكل كيفش بش يتم احتساب الأصوات ما مدينة زيهة هذا الاحتساب إلى غير ذلك هذي الكل يجي في إطار الرد على رئيس الجمهورية قيسس عيد وقت لأعلن على جدول زمني أو التسقيف الزمني ما يعرف بالتسقيف الزمني للخروج أو لأعلن نهاية التدابير الاستثنائية اللي أعلنها في 25 جويل كان الخيطة بمتاعه واضحه هو 13 ديسمبر اللي يعني أعطى التسقيف الزمني وربته بأعياد وطنية حتيكش العشرين مارس الاستشارة حتيكش يعني 25 جويلة الاستفتي 17 ديسمبر 2022 هو موعد الانتخابات التشريعية في تونس فوزي عبد الرحمن وزير التشغيل الأسبق الناشط السياسي أيضا يقول نحن لن نحتاج إلى دستور جديد نحن نحتاج إلى إصلاح سياسي يعتبر أنه التونس اليوم حاجتهم الحقيقية ليست في الدستور حتى حد ما لو جعل الدستور شنوه الدستور 2014 ولا الدستور جديد ولا دستور 59 حتى واحد منه مشكلته اليوم هي الدستور يقول أنه الدستور هذا حتى اللي بجي عمله قاية ساعد يش نعطيهه ورقة بيثة يكتب عليها كل شي يقول احنا نحبه إصلاح سياسي يخلينا نبنيه تونس ونعمله عقد اجتماعي جديد ونعمله مشروع وطني جامع تشيرك فيه النسل كل بيش نحقه الثروة ونحقه الرخاء ويعني تونس تكون عندها مكانة مرموقة في العالم يقول عبد الرحمن أنه 11 سنين توا تعديت على ثورة تونسية النقاشات العامة في الفترة هذي الكل كانت قانونية بالأساس ثلاثة سنين الويلة لكتابة الدستور الترويكا اللي تطبيقه متاعه ما نجم نيش نطبقه على أرض الوقع بالكامل ويقول أنه ما نجم نيش نستكمله المؤسسات الدستورية مثلا محكمة الدستورية على سبيل المثال ما نجم نيش نركزه على أرض الوقع ولا نجم ننكرسه منظومة اللامركزية ولا مؤسسات الحوار الوطني الاجتماعي يقول كن فما رجال القانون هما الفئة الأكثر تمثيل ضمن الفعالين السياسيين سواء في الحكم ولا في المعارضة ونقاشات الاقتصادية ديما مغيبة رغم أنه الاهتمام تديوم هي اقتصادية المشيغل اقتصادية إلى غير ذلك ولكن ديما ركزه على الجنب السياسي والقانوني والدستوري يقول أنه النقاشات الاقتصادية هي اللي تهم الرأي العام في تونس اللي تم الاعلام اليوم ولكن كنحكيوه على الجنب الاقتصادي ديما حتى في وسائل الاعلام والخبراء الاقتصادين ديما ما نحكيوه على قانون مالية كهو وكأنه ما فمش جوين بأخرى للاقتصاد نحكيوه على قانون مالية من العام للعام قانون مالية تكمل شنوه الإجراءات شنوه يعني الجيبية والذراءة بجديدة للدولة التونسية فقط هذا وكأنه اللي يهم توينسا في حين أنه توينسا بالحق تهمهم مثلاً نسبة الفقر اللي اليوم مصلت لـ 15% اليوم نحكيوه على آخر دراسة تقول لك 25% من العائلات التونسية عائلات كاملة عندها نية للهجرة من تونس الهجرة يعني مش كان بالحرقة يعني حتى كان بالباسبور ولكن التونسا معدوش حابين يعيشوا في تونس معدوش حابين يواصلوا انهم يخدموا في تونس ويقرأوا في تونس اليوم اللي عندهم الفلوس يخرجوا اللي دي وتقرأ لبرة اللي النجم يهجر ويخدم لبرة يخدم لبرة عائلات كاملة قادة تمشي مانيش نحكيوه بتبعه على الأطباء والمهندسين والخبراء هجرة الأدمغة اللي هما أخيرة ما فهموا اللي البلد تصرف عليهم ولكن للأسف من بعد جي فرنسا جي أوروبا جي الخليج أمريكيا كندا تستيرا جي تهزهما هنيني بنيني وتقرأتون سبليش رواذوما الناس نقولوا احنا روى عندهم الحق زيدهما يبدأ عمره كامل قاري طب ولكن من بعد ما يلقاش حتى المطرية لأبسط الأشياء ما يقاش حتى لقطن والبنج وتستيرا ما يقهوش موجود يعني يتعرض للتعنيف ساعات العمل الكونجيات الراحات تستيرا ما عنده حتى شي دونك في يلقى إغراءات أخرى مقابل ما يدي زيدا مهم جدا زيدا فبالتالي ما نجموش وقلو له علش تبيب انتي مشيت ما لها إلا دولت وتوفر له كل شي من تجهيزات من بنية تحتية من إطارات من يعني مشرفين من تأمين من كل شي معناها وقت يتأمله وانتي كل شي وتوفر له كل شي وبيده وحده وحده ما يمشيش ويخلي بلاده دونك اليوم نلقاه أنه مثلا نسبة العائلات اللي ما دخولهم ززم لين ونصف الشهر تقريبا قلة قليلة الكل هم 80% من العائلات التونسية 80% من الشعب التونسي هو فقير ومفقر وقعد نهار بعد نهار قاعد يتفقر دونك يدعو إلى أنه الملف الاقتصادي هو ليحظى بيئة الأولوية القصوى نحكيه على الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اللي تعتبر أنه منحة من مقابلة أشخاص في شرع الأحبيب بورقيبة مواطنون ضد الإنقلاب بتقول هي سيبقى خطيرة لا يمكن تبريرها شنو اللي صار هو مجموعة جوهر بن بارك كيف يمشيوا لشرع الأحبيب بورقيبة بشعة اسمه قوية الأمن طبعا خذت التجهيزات هذه كمتاع الخيين حجزتهم خطر غير قانوني هذا الاعتصام ثم بعد ذلك تم منع عدد آخر من أنهم يلتحقوا بهذا الاعتصام غير الشرعي بالتالي الوطنية للبقاية من التعذيب كانت ضمن الناس اللي حابت تلتحق بهم ولكن تم منحة وتقول هذه سيبقى خطيرة وتقول اللي هي طبعا بيش تتحرى أو بعض الأعظام منها بيش يتحرى وفي ملف الموقفين في الساعات الماضية خلال هذا الاعتصام تشير إلى أنه تم تعطيل فريق الزيارة من أنهم يوصلوا إلى المجموعة هذه ويعرفوا بالمهمة متاحهم قعدوا ساعات طويلة وتستنكر هذه الممارسات تقول أنه في البيب الأول من الدستوري نصف الفصل الثلاثة وعشرين على أنه الدولة تحمي كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والماتي ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم تعتبر أنها إحدى ضمانات احترام هذه الحقوق للمواطنين كهيئة وبالتالي يعني تقول أنه تم مس من هذا الحق اللي جاء في الدستور التونسي بتبعة الحال الهيئة تندد بهذه الممارسات ترجمة نانسي قنقر